في الكتاب المقدس نفسه ودي بتأثر على المسيحيين خلت مفهوم الحب يضعف يعني مثلا خد بالك انت لما تسمع الحاجة وعكسها مع الوقت تشيء القضية من دماغك من غير ما تحس يعني مثلا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد أحب الله العالم بعدين تلاقي آيات تانية من أحب العالم ليست فيهم أحبة الآب وهنا يوحنى اللايل وهنا يوحنى بس في الإنجيل وفي الرسالة لا تحب العالم من أحب العالم ليست فيهم أحبة الآب قل لي بقى كام واحد من الناس البسطة اللي بيسمع الكلام ده عنده القدرة اللاهوتية والفكرية عشان يميز ما هو العالم هنا وما هو العالم هنا طبعا ما بيسألش بزبط بس في الآخر تبسط لقيه فعلا وده العالم الناس الناس اللي مش تابعنا الناس اللي مش من دينا صحيح الناس اللي مش من دينا للدرجة يا يوسف أنا بقعد أراقب الموقف المسيح النهاردة بجد حاجة محزنة للغاية في التدهور الحاد في غياب المحبة محنش بيحب بصدق طواف بتأكل في بعض للأسف شديد أنا أسف إن أنا أقول كده التعليم اللي خلينا أقول التوجه من وراء التعليم أحيانا يعني لما تمسك مثلا تعليم معان في الطائفة تشوف أنه بتعلم معلمين وبيعلموا بس تلاقي اتجاه التعليم أنه يعني يغني لك أغاني قبيلتك يحكي لك أمجادك لكي ما يقنعك أنك أفضل من كل الطواف وأنك أنت الصواب وغيرك كل خطأ ولا يوجد حق إلا في داخل هذا الإطار والآخر يعني إذا لم يشيطنوا ويكفروا فعلى الأقل يهمشوا ويحتقروا لكن التعليم المسيحي للأسف شديد لا يصب في هذا الاتجاه وبتكون النتيجة أنه بتوب الكلمات مش واضحة فبتهمل وده حاصل كتير قوي في حتى القراءة العادية للكتاب المقنس لو ما أنا قالت للمثقفين ولو لا قالت للناس اللي يعني في الغرب ثقافة ما بعد الحداثة بوست مودرنزم ضيعت معنى الكلمات فأنت حتى لما تقول حب كلمة حب ليك غير حب ليه غير حب في حتة تاني خلاص يعني فحتى الكلمات كلها ضاعت وطارت فما حدش فيه مفاهيم واضحة وأنا أعتقد أنه هذه هي بابل بدء الانحراف الأكبر عن الله هو غياب التعريفات وغياب المفاهيم وغياب معاني الكلمات ونظل نعمل ونعيش ونتعايش مع بعضنا ومع الله في حالة من التشويش وحالة من عدم الوضوح لمعاني الكلمات وللمفاهيم والمعاني ترجمة نانسي قنقر